أسألت رئيس الجمهورية 2018 عندما رشح سيد برهم صالح من قبل الاتحاد وقابله ومنافسه الدكتور فؤاد حسين من الديمقراطي الكردستاني بعملية انتخابية تحت قوة البرلمان الذين صوتوا للدكتور برهم صالح هم بعد تنحي سيد عبد المهدي بسنة يعني بعد التصويت بسنة منذ ان تنحى سيد عبد المهدي أصبحت هناك خلافات واضحة وصراعات بين هذه الكتل التي صوتت له وبين رئيس الجمهورية لأنه لم يقم بتكليف مرشحيهم الذين قدموه قبل السيد الكاظمي وقبل السيد محمد توفيق علاوي وقبل السيد عدنان زرفي لذلك أولا قبل لا تأخذ رأيي البارتي الكتل السياسية الشيعية المتمثلة بالإطار ترفض تجديد ولاية الدكتور برهم صالح لذلك الدكتور برهم صالح لم يقم بتحركات كما ذكرت كنتري تقول هو مرفوض شيعيا قبل لا يرفض كرديا أحسنت أحسنت مرفوض شيعيا قبل لا يرفض كرديا هذا واحد اثنين لحد الآن المباحثات والتقارب بين الحزبين الرئيسين البارتي واليكتي أنتجت أربع لجان نحن عدنا أكثر من مسألة بغداد بيننا وبين الاتحاد عدنا أيضا بالعام المقبل بعد أشهر انتخابات تشريعية في كردستان وقانون انتخابات وصياغ الدستور لذلك شكلت أربعة لجان بين الحزبين لدراسة هذه المواضيع ومن ضمنها مسألة التحالف والذهاب إلى بغداد واختيار مرشح لشغل منصب رئاسة الجمهورية منصب رئاسة الجمهورية لن تكون معوق أمام الحكومة المقبلة والعملية السياسية أي أن كان البارتي أو من اليكتي سوف يحظى بموافقة جميع الأحزاب الكردستانية وسوف يمثل كل الشعب العراقي في هذا المنصب